موسيقى عشرة القتلى والجرحة جراء انفجارات في مطار عدن لدى وصول وفد الحكومة اليمنية ومصر تعرب عن إدانتها الشديدة للحادث الإرهابي الرئيس السيسي وجهه بتوفير الموارد المالية لتطوير جميع محطات المياه على مستوى محافظات الجمهورية موسيقى وزارة الداخلية ترفع درجة الاستعداد لتأمين فعاليات العام الملدي الجديد موسيقى نشرة الثامنة من النيل إليكم التحية أفادت وسائل أعلام سعودية بتدمير طائرة مسيرة تابعة للحوثيين كانت تستهدف قصر المعشيق الرئاسي في مدينة عدن اليمنية كان قد تم نقل أعضاء الحكومة اليمنية الجديدة إلى القصر عقب الانفجارات التي استهدفت مطار عدن الذي أوقع ستة وعشرين قتيلا وخمسة وستين مصابا لدى وصول الحكومة اليمنية للمطار اليوم بعد أيام من أداء الحكومة اليمنية الجديدة اليمينة الدستورية أمام الرئيس عبد الرب منصور هادي في السعودية ضربت سلسلة من الانفجارات مطار عدن لدى وصول وفد الحكومة الجديدة للبلاد مما أدى إلى مقتل وإصابة العشرات وأوضح مصدر طبي أنه من بين القتل مدنيين ورجال أمن بينما لم يصب أي من أعضاء الحكومة اليمنية بأذى وكتب رئيس الوزراء اليمني معين عبد الملك في تغريدة أن الحكومة لن تتراجع وستمارس عملها رغم التحديات مشيرا إلى أن الهجوم الإرهابي على مطار عدن جزء من الحرب على الدولة اليمنية مؤكدا أن العمل الإرهابي الجبان الذي استهدف مطار عدن جزء من الحرب التي تشن على الدولة اليمنية ولم تتضح بعد الجهة المسؤولة عن شن الهجوم بينما اتهم وزير الإعلام معمر الأرياني في تغريدة المتمردين الحوثيين بالوقوف وراءه واحتفظ رئيس الوزراء معين عبد الملك بمنصبه في الحكومة الجديدة التي تضم 24 وزيرا بالإضافة إلى رئيسها بينما جرت تغييرات في عدة وزرات من بينها وزرات الخارجية كان المتحدث باسم الحكومة قد أكد أن خطوة العودة إلى عدن تأتي في إطار اتفاق رياض مؤكدا ضرورة تركيز الجهود على الجانب الاقتصادي والعسكري لمواجهة ميليشيات الحوثي وأدى النزاع في اليمن إلى مقتل عشرات الآلاف معظمهم من المدنيين في حين بات نحو 80% من السكان يعتمدون على الإغاثة الإنسانية وفقا للأمم المتحدة كما تسبب النزاع بنزوح نحو 3.3 مليون شخص إلى ذلك أدانت جمهورية مصر العربية استهداف مطار عدن بالجمهورية اليمنية الشقيقة أثناء هبوط طائرة رئيس وعضاء الحكومة اليمنية الجديدة ما أصفر عن مقتل وإصابة العشرات من الأشقاء اليمنين وأكدت مصر على موقفها الثابت من دعم ومساندة اليمن في نضاله لاستعادة الأمن والاستقرار وتحقيق تطلعات الشعب اليمني الشقيق ومواجهة كافة صور الإرهاب وداعمي وتشدد على أن مثل هذه الأعمال الإرهابية الخسيسة لن تثني الحكومة اليمنية الجديدة عن المضي قدما في مهامها لاستعادة مؤسسات الدولة ومواجهة ما يقف أمامها من تحديات جسام سعيا نحو التوصل لتسوية سياسية شاملة للأزمة اليمنية وأدان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط بأشد العبارات التفجير الذي ضرب مطار عدن اليوم بعد وقت قصير من هبوط طائرة تقل أعضاء الحكومة اليمنية الجديدة في البلاد وانع ضحايا الانفجار متمنيا للسلامة للجرحة شدد أبو الغيط في بيان اليوم على يد أعضاء الحكومة الجديدة ورئيسها الذين يقومون بمهمة شجاعة في وقت بالغ الصعوبة من أجل تخفيف معاناة الشعب اليمنية كما أدان رئيس البرلمان العربي عادل العصومي التفجيرات الإرهابية الجبانة التي نفذتها ميليشيا الحوثي الانقلابية في مطار عدن مشددا على أن هذه الأعمال الإرهابية التي استهدفت المدنيين الأبرياء تستوجب تحركا دوليا عاجلا لمحاسبة مرتكبيها ومن يدعمهم بالمال والسلاح وفقا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وأكد العصومي في بيان أن وقوع هذا الهجوم بالتزامن مع وصول الحكومة اليمنية الجديدة لبدء عملها بعد تشكيلها تنفيذا نتفق رياض يكشف عن الأهداف الخبيثة لميليشيا الحوثي الانقلابية والنظام الإيراني الدعم لها في إفشال الإنجاز الذي تم توصل إليه مؤخرا بشأن تشكيل الحكومة الجديدة للمزيد من المتابعة نضم إلينا هاتفيا من القاهرة دكتور عبد الملك اليوسفي المحلل السياسي اليمني دكتور عبد الملك بعد التحية يعني دلالة هذا الانفجار بعد وقت قصير من وصول طائرة بتقل أعضاء الحكومة الجديدة في اليمن هي رسالة إرهاب من قبل الميليشيا الحوثية أو أي قوة أخرى إرهابية من أجل ثانية الحكومة عن العودة للقيام بمهامها وواجباتها تجدها المواطنين ومن أجل التأثير على مسار بناء الدولة الذي سينعكسها لمركز التحريص وبالتالي العمل الإرهابي الذي قامت بالميليشيا الحوثية هو يعكس ما تضمر هذه الميليشيا والمنهج الذي تمسي عليه هو القيام على أعمال إرهابية صحيح الحدث كان موجع لكل يمني ولكل عربي حر ولكل من لديه ضمير إنساني لكن ردود الفعل التي تولدت عن هذا العمل الإرهابي تذهب بإتجاه مزيد من الكشف القناع عن هذه الميليشيا أن الحرب ليست حرب أهلية في اليمن ولا هي خلاف سياسي مع الجماعة الحوثية بقدر ما هي حرب مواجهة مع جماعة إرهابية لا تعرفت للأنصر الإرهابية نعم دكتور عبد الملك بالحديث عن ردود الفعل لم نتابع حتى الآن ردود فعل يعني تليق بهذا الحدث الإرهابي الكبير من جانب المنظمات الدولية أتحدث هنا عن الأمم المتحدة أتحدث هنا عن الاتحاد الأوروبي وغيرها من الجهات التي لم تنظر لهذا الحدث في حجمه الطبيعي يعني الذي ينظر إلى ردود الفعل التي حصلت يجد أن هناك تأثر من كل التعبيرات الرسمية التي اتضررت سواء عنهم أعوان الدول المختلفة اليوم السفير البريطاني قال ستنتصر الديمقراطية على الإرهاب في وسط توصيف أن عودت الحكومة جزء من العملية الديمقراطية ومن قامت الميليشية الحوثية إرهاب هذه لها دلالة مهمة الدول الأخرى أيضا لكن في الأخير ردود الفعل الموجئة وأنا أحدثكم أمامي الآن ردود أفعال مواطنين من مختلف المناطق اليمنية كلهم اتحدوا في اتقاه واحد أن هذا عمل إرهابي وأنه يسني الحكومة عن قيام بواقباتها وأن المواطنين يتطلعون لعودة الحكومة للقيام بواقبها وأن الحكومة لن تأذى بأي إرهاب يمارس من أي طرف اللي سنيها عن مهمها والقيام بواقباتها في تحريض الثلاثة نعم يعني تعازينا طبعا لمن قد ونحبهما اليوم والشفاء العاجل إن شاء الله لكل المصابين جزيل شكر دكتور عبد الملك اليوسفي المحلل السياسي اليمني كنت معنا هاتفين شكرا لك وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير الموارد المالية للتطوير الشامل بجميع محطات المياه بأنواعها المختلفة من الرفع والصرف على مستوى محافظات الجمهورية وتحديث معداتها وفق أعلى المواصفات الفنية وذلك تكاملا مع المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري جبالك خلال اجتماع وزاري الرئيس السيسي بشأن متابعة مشروعات الري على مستوى الجمهورية اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور محمد عبد العطي وزير الموارد المائية والري واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية صرح المتحدث الرسمي باسم رئيسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة مشروعات الري على مستوى الجمهورية خاصة جهود تطهير وتبطين الطرع والمصارف فضلا عن جهود رفع كفاءة محطات مياه الشرب ومعالجة الصرف الزراعي والصرف الصحي وفي هذا الإطار وجه السيد الرئيس بتوفير الموارد المالية للتطوير الشامل لجميع محطات المياه بأنواعها المختلفة من الرفع والصرف على مستوى محافظات الجمهورية وتحديث معداتها وفق أهل المواصفات الفنية وذلك تكاملا مع المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصرية كما وجه السيد الرئيس بالتوسع في تطبيق نظم الري الحديثة وتوطين التكنولوجيا المستخدمة في هذا الإطار بتنسيق مع كافة الجهات الوطنية المعنية والشركات المتخصصة مع توعية المزارعين والفلاحين بفوائدها المتعددة وأهميتها في توفير المياه وزيادة الإنتاج الزراعي أوضح المتحدث الرسمي أن الدكتور محمد عبد العطي وزير الموارد المائية والري استعرض خلال الاجتماع إجراءات تطهير الطرع والمصارف على مستوى الجمهورية وذلك لتحسين جودة ونوعية المياه وضمان وصولها إلى كافة الأراضي الزراعية من خلال شبكة الطرع والمصارف بالكمية ونوعية والتوقيت المناسب لتلبية احتياجات المزارعين كما عرض وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي جهود قطاع التنمية المحلية الخاصة برفع كفاءة محطات مياه الشرب وكذلك محطات الصرف الصحي على مستوى عدد من محافظات الجمهورية وذلك في إطار تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع القومي لمبادرة حياة كريمة لتطوير 1500 قرية في الريف المصري على مستوى الجمهورية بعث رئيس عبد الفتاح سي في رسالة تهنئة لأبناء الجالية المصرية بالخارج بمناسبة بدء العام الميلادي الجديد وعبر الرئيس عن تمانياته بدوام النجاح وتوفيق لأبناء مصر بالخارج في تحقيق طموحاتهم في مستقبل أفضل خلال العام الجديد 2021 استعرض رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي تقريرا من رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن تدريب الموظفين المقرر لانتقالهم للعاصمة الإدارية الجديدة شدد مدبولي على أهمية هذه البرامج التدريبية التي يتم منحها للموظفين المرشح انتقالهم للعمل بالعاصمة الإدارية الجديدة في ضوء التكلفات الرئاسية بمتابعة هذا الملف ليكون الجهاز الحكومي على أعلى قدر من الكفاءة وأكد رئيس جهاز التنظيم والإدارة أنه تم الانتهاء من تدريب 18.694 موظفا من المرشحين للانتقال إلى العاصمة نفى المركز الأعلامي لمجلس الوزراء ما تردد حول إيقاف المرتب في حالة الإجازات المرضية في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي ذكر المركز أنه تواصل مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة والذي نفى تلك الأنباء مؤكدا أنه لا صحة لإيقاف المرتب في حالة الإجازات المرضية موضحا التزام الدولة بصرف أجور أو مستحقات الموظفين بالجهاز الإداري للدولة دون وقفها أو توقيع أي خصومات أو استقطاعات منها في حالة الإجازات المرضية أعلنت دكتورة هالزايد وزيرة الصحة والسكان عن فحص 7.48.000 طالب من مختلف مدارس الجمهورية ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي الكشف المبكر عن أمراض الأنميا والسمنة والتقزم لدى طلاب المرحلة الابتدائية وذلك منذ انطلاقها مطلع شهر نوفمبر الماضي بالتزامن مع بدء العام الدراسي الحالي وأوضح دكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة أن المبادرة تستهدف فحص 14 مليون طالب في المرحلة الابتدائية من المصريين وغير المصريين المقيمين على أرض نصر وجه فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد أطيب شيخ الأزهر الشريف التحية إلى التواقم الطبية حول العالم من خلال صفحتي الرسمية على موقعي فيسبوك وتويتر باللغتين العربية والإنجليزية قال شيخ الأزهر أن أبطال التواقم الطبية يقفون على خطوط الدفاع الأولى لحماية المجتمع والحفاظ عليه من فيروس كورونا قدم الشكر لهم لما يبذلونه من ضحيات إنسانية يأتي هذا التصريح في ظل ما يشهده العالم من زيادة ملحوظة في أعداد المصابين بفيروس كورونا رفعت وزارة الداخلية درجة استعداداتها لتأمين فعاليات العام الميلادي الجديد من خلال نشر القوات ومحيط دور العبادة والمنشآت الهامة والحيوية وتفعيل دور الارتكازات والنقاط الشرطية وتسيير الدوريات الأمنية لرز الحالة الأمنية ومواجهت كافة المستجدات والطوارئ ترجمة نانسي قنقر اتخذت وزارة الداخلية إجراءات وتدابير أمنية محكمة لتأمين الفعاليات التي تتزامن مع بدء العام الميلادي الجديد والتي تأتي في ظل ظروف استثنائية تمر بها دول العالم ومنها مصر بسبب جائحة كورونا فرضت قيودا وإجراءات احترازية اتخذتها الدولة لمنع تفشي الفيروس من بينها السماح بوجود أعداد محدودة لحضور قداس أعياد الميلاد حيث رفعت أجهزة وزارة الداخلية درجة استعدادها إلى القصوى بهدف تنفيذ الخطة الأمنية المعدة لانتشار القوات المكلفة بالتأمين في كافة ربوع الجمهورية لتحقق مزيد من السيطرة الأمنية وبث طمأنينة في نفوس المواطنين وقد وضعت الخدمات الأمنية أمام دور العبادة المسيحية مع إتاحة حرم آمن بمحيطها وإنشاء ممر لاستقبال الأعداد المحدودة لحضور القداس بينما تقوم الأقوال الأمنية وقوات التدخل السريع بعمليات تمشيط متواصل للشوارع والميادين لرصد الحالة الأمنية والتصدي الفوري لأية محاولة تهدف للخروج عن القانون بما تتضمنه من عناصر مضربة مزودة بأحدث الأجهزة والمعدات التي تتيح لها التعامل مع كافة المستجدات الأمنية خطة انتشار القوات تضمنت وضع ارتكازات وخدمات أمنية بمحيط المنشآت الهام والحيوية كذلك خدمات مرورية في الشوارع والميادين لتحقيق سيابية مرورية وفك التكدسات التي قد تنقم عن تحويل بعض المصارات بمحيط دور العبادة المسيحية ورفة العمليات الرئيسية بوزارة الداخلية تتولى متابعة مدى تنفيذ خطة انتشار القوات ورصد ما يستجد أمنيا بالتنسيق مع غرف العمليات والمتابعة بمدريات الأمن عبر تقنية الفيديو كونفرانس تجهيزات اللوجستية مزودة بها قوات التأمين إضافة إلى احترافية العناصر الشراطية التي تقوم بتنفيذ خطة التأمين الموضوعة مع مراعاة الأبعاد الإنسانية في التأمين تحقق النجاح في تنفيذ تلك الخطط بما ينعكس على مناخ الأمن والاستقرار الذي ينعم به الوطن والمواطنون ولتدق أجراس الكنائس وترتفع ترانيم الميلاد في بلد الأمن والأمان عبدالأبركات التلفزيون المصري ترجمة نانسي قنقر الاملف بايروس كورونا والذي أودى بحيات أكثر من مليون وسبعمائة وسبعة ومتسعين ألف شخص حول العالم بينما تجاوز إجماليه الإصابات 82 مليون تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات تليها الهند ثم البرازيل وروسيا وفرنسا وإسبانيا كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات تليها البرازيل والهند والمكسيك ثم المملكة المتحدة أعلن معهد روبرت كوخ لمراقبة الصحة العامة في ألمانيا تسجيل أكثر من ألف وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة للمرة الأولى منذ انتشار الوباء في البلاد وقال المعهد أن 32107 أشخاص طوفوا بالفيروس في ألمانيا منذ بداية الوباء محذرا من أن أرقام الأيام القليلة الماضية كان لعدم إرسال السلطات الصحية للمناطق كل بياناتها بسبب عطلة عيد الميلاد من جنبه قال وزير الصحة الألماني يانس بان أن استمرار ارتفاع الإصابات بكوفيد 19 لا يسمح بالعودة للحياة الطبيعية في الوقت الراهن وفق رئيس الوزراء البريطاني بارلس جنسون على فرض قيود من المستوى الرابع لمكافحة انتشار السلالة الجديدة المتحورة من فيروس كورونا في أنحاء بريطانيا من جنبها أكد وزير الصحة البريطاني مات هانكوك أن لقاح جامعة أكسفورد وأسراء أزرينكا للوقاية من كوفيد 19 الذي أقراته بريطانيا اليوم يوفر فرصة للنجاة من الجائحة بحلول الربيع على خلفية تزييد حالة القلق لدى الحكومة البريطانية من سرعة انتشار السلالة الجديدة المتحورة من فيروس كورونا في أنحاء البلاد وفق رئيس الوزراء بوريس جنسون على فرض قيود من المستوى الرابع لمكافحتها وتستعد البلاد لفرض القيود الجديدة الأكثر سرامة على السكان والمواطنين حيث يخضع ملايين الأشخاص لأوامر البقاء في المنزل بعد تسجيل رقم قياسي بلغ أكثر من 53 ألف إصابة بالفيروس التاجي في يوم واحد يأتي ذلك بينما نفذت أسرة العناية المركزة من مستشفيات لندن ما دفعها إلى وضع خطط لإرسال مرضى كوفيد 19 إلى أجزاء أخرى من البلاد بعد أن أعرب الأطباء عن مخاوفهم حيال كيفية تعامل الخدمة الصحية مع الأزمة خلال الأسابيع المقبلة وفي السياق ذاته سمحت بريطانيا باستخدام لقاح ثاني لكوفيد 19 والذي طورته جامعة أكسفورد وشركة استرازينيكا البريطانية للأدوية وزير الصحة البريطانية مات هانكوك أكد أن اللقاح الجديد يوفر فرصة للنجاح من الجائحة بحلول الربيع مشيرا إلى أنه سيتم طرح اللقاح اعتبارا من الرابع من يناير المقبل الأمر الذي سيساعد على التسريع في تطعيم الشعب البريطاني والعودة إلى الحياة الطبيعية أنا على ثقة كبيرة الآن بعد الموافقة على اللقاح من أننا سنتمكن من تطعيم عدد كاف من المعارضين لخطر الإصابة بحلول الربيع الأمر الذي سيتيح لنا مخرجا من هذه الجائحة وتشير النتائج الجزئية لدراسات أجريت على ما يقرب من 24 ألف شخص في بريطانيا والبرازيل وجنوب إفريقيا إلى أن اللقاحات آمنة وفعالة بنسبة كبيرة للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا وكالة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية في بريطانيا أفادت بأنه من المتوقع أن يتم الاعتماد على اللقاح في العديد من البلدان بسبب انخفاض تكلفته وتوافره وسهولة استخدامه كما يمكن حفظه في الثلاجات بدلا من التخزين شديد البرودة الذي تتطلبه بعض اللقاحات الأخرى أعلنت ولاية كولورادو الأمريكية تسجيل أول إصابة في الولايات المتحدة بالسلالة الجديدة لفيروس كورونا سريعة الانتشار والتي تم اكتشافها لأول مرة في المملكة المتحدة يأتي هذا فيما تعهد الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن ببذل جهود حفيثة لمكافحة كوفيد 19 ما أن يتولى منصبه محذرا من أن حملة الرئيس المنتهي ولاياته دونالد ترامب للتلقيح متأخرة بشكل خطير مع إعلان ولاية كولورادو الأمريكية تسجيل أول إصابة في الولايات المتحدة بالسلالة الجديدة لفيروس كورونا سريعة الانتشار والتي تم اكتشافها لأول مرة في المملكة المتحدة تم فرض إغلاق واسع نطاق وقيود على الصفر إلى بريطانيا مسؤول الصحة في الولاية أوضحوا أن الحالة أكدها مختبر حكومي لرجل في العشرينيات من عمره في مقاطعة أيلبرت ليس لديه سجل الصفر ويغضح حاليا للعزل المنزلي وأضاف مسؤول الصحة أنهم يعملون على تحديد الحالات المحتملة الأخرى وجهات الاتصال من خلال بروتوكولات تتبع المخالطين تحسب لظهور أيات حالات إضافية خلال الأيام المقبلة من جانبه تعهد الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن ببدل جهود حتيتة لمكافحة كوفيد-19 ما إن يباشر مهامه الرئاسية في العشرين من يناير المقبل محذرا من أن حملة الرئيس المنتهي وليته دونالد ترامب لتلقيح الأمريكيين متأخرة بشكل قطير ضد هذا المرض الذي تسبب بوفاة أكثر من 1.7 مليون شخص في العلم إن خطة إدارة ترامب لتوزيع اللقاحات متأخرة كثيرة وأتعهد أن أعمل بأقصى جهد كي نذهب في الاتجاه الصحيح بايدن أكد أنه سيلجأ إلى قانون الإنتاج الدفاعي الذي يعود إلى فترة الحرب الكورية لإكبار الشركات الخاصة على تكثيف إنتاج اللقاح لصالح الحكومة كما دعا الأمريكيين إلى وضع الأقناع لمنع انتشار كوفيد-19 لافتا إلى أنه سيفرض وضعها في المناطق التي تتمتع فيها الحكومة الفيدرالية بسلطة قضائية مثل الطائرات سنعمل على إنشاء مواقع للتلقيح وإرسال وحدات متنقلة إلى المجتمعات النائية وسنتأكد من توزيع اللقاحات بشكل منصف حتى يتمكن كل شخص من الحصول عليها بغض النظر عن لون بشراته ومكان سكنه في السياق ذاته تلقت كامالا هاريس نائبة الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن لقاح مديرنا المضاد لكوفيد-19 وحضت الجمهور على الثقة في هذه العملية في حين صلت اختيارها للمستشفى الضوء على محنة المجتمع الإفريقي الأمريكي المتضرر بشدة أريد أن أذكر الناس أن منطقتكم هي المكان الذي يمكنكم أغذى اللقاح فيه فسوف تتلقون اللقاح على يد أشخاص يمكن أن يكونوا من معارفكم ولديكم مصادر موصوقة للمساعدة وقد طلقت مجموعة من المسؤولين اللقاح أمام الكاميرات كجزء من الجهود المبذولة للتغلب على مخاوف السكان وإقناع الذين يشككون في أن اللقاحات ضرورية للعودة إلى حياة شبه طبيعية في الأشهر المقبلة سجلت روسيا اليوم أكثر من 26 ألف حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة فقط ومنها 5105 حالات في موسكو ليصل إجمالي عدد الإصابات على مستوى البلاد إلى 3 ملايين و131 ألف حالة كما يصل إجمالي عدد الوفاة جراء الفيروس إلى 56 ألفا وأربعمائة وست وعشرين وفاة للمزيد من المتابعة نضم إلينا دكتور مجدي بدران عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة دكتور مجدي بعد التحية هذا الانتشار السريع لفيروس كورونا في العالم خلال الموجة الحالية هل يرجع السبب إلى السلالة الجديدة للفيروس خاصة وأنه بحسب كلام الخبراء دائما ما يتحور الفيروس بشكل سريع لا هو طبعا الانتشار السريع دلوقتي ده نسيق انتفاض درجة الحرارة وانتفاض الرطوبة ومن توابع الاستثار بسدابير المقاية خاصة في أوروبا واضح انهم اهملوا الكمامة ونتيوا التباعد الجسدي وبالتالي كان في حصاب الحالات بشكل لاحظ سيفينه ده من نسبة في أمريكا أمريكا وصلت في أحد الأيام لحوالي 255.909 ومبارح عاملة 194.260 رقم رهيض جدا وبالتالي أي دولة حيتم فيها تقاعد المواطنين عند اتخاذ سبيل اللوقائية هدوبة زي السيناري الأوروبي أو الأمريكي بالأسف طيب دكتور مجدي هل الأجسام يعني هل هناك مدة محددة يمكن لجسم الشخص اللي أصيب بالفيروس قبل وقت أن يشكلها كأجسام مضادة بعد الاستشفاء يعني هل يمكن أن يصاب مرة أخرى؟ من طبيعة تايروسات الكورونا اللي احنا كنا عارفينها الزمان وكانت متأكد من ثلاثة البرد أن احنا المناعة منها تبقى خسيرة الأمد يعني تبقى مثلا تنطع من ثلاثة لأربع شهور أقصى حاجة عارفناها ما تبقى ستة شهور يبقى بالتالي احنا هنحط نظرياً أن كل مريض أصيبها بالكورونا ممكن يصاب مرة أخرى الله أعلم أمتى؟ ممكن بعد شهرين ثلاثة أربعة خمسة ستة ولكن صافة يصاب وبالتالي كل واحد حيأخذ العدوى ليس معصوماً من العدوى مرة تانية وبالتالي كل اللي يصيبه لازم أن هم يتخذ تدبير وقائية زينا بالظبط وهو ما فيش تبقى اقتراب ولازم الكمامة ولازم غزل أيدي وخاف دي وزي غيره هل دكتور مجدي هل عدد الإصابات أيضاً أصبح في زيادة يعني حدكت حدثنا عن انخفاض درجات الحرارة لكن هل هناك حالة من التراخي طالما حدثنا عن لقاحات فأصبح هناك حالة من التراخي بعض الشيء عند البعض أو لدى بعض الأفراد في مختلف الدول في حاجة تسمى البنزين الكفاتيجي اللي هو الإرهاق الوبائي الناس في بعض الدول قال لك خلاص بقى الفيروس حيختفي الفيروس مش مهم اللي مات مات واللي عاش عاش يلا بقى ما حصل ليش حاجة بكده طول سنة مش يحصل لي تاني وبالتالي في نوع من التراخي عند بعض المجتمعات وبالتالي لازم نستمر في الحملات الإعلامية والحملات التثقفية لأن الأرقام كل يوم بزيد والمعدلات حتى الآن بتقول أن الفيروس سيستمر سنوات وليس سنة ولا سنتين بأكتر من كده كمان وبالتالي كلنا منتظرش التطعيم لو حابتش تعمل التطعيم عايزة 90% من الانتظام كوفه بالأرض وده مش حيحة في الوقت الخريط ونمتداش قدامنا حال دلوقتي أقل التدابير اللقائية والعالم دلوقتي عامل في هذه اللحظة 82 مليون 707 609 ومش عامل 20 مليون رقم موزع طبعا يعني إذن هو ضروري التتمسك بالإجراءات الوقائية حافظ الله الجميع جزيل الشكر دكتور مجدي بدران عضو الجمعية المصرية الحسية والمناعة شكرا يفا أعلنت الحكومة الإسرائيلية فرض قيود أكثر صرامة في ليلة رأس السنة الجديدة في سنة مع انتشار فيروس كورونا خارج منطقة الإغلاق على الشواطئ الشمالية للمدينة يأتي ذلك بعد اكتشاف مجموعة من 6 أشخاص مصابين بكافل 19 في عائلة واحدة في وسط غرب المدينة ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 147 حالة في ليلة رأس السنة الجديدة في سيدني أعلنت الحكومة الإسرائيلية فرض قيود أكثر صرامة مع انتشار فيروس كورونا خارج منطقة الإغلاق على الشواطئ الشمالية للمدينة التي شهدت انتشار حالات العدوى عقب احتفالات أقيمت على الشواطئ وسجلت ولاية نيوساوذ ويلس 18 حالة جديدة 9 منها مرتبطة بمجموعة أفالون ولكن تم العثور على 6 حالات أخرى في منطقة كرايدون في غرب سيدني الداخلية من عائلة واحدة وثلاثة آخرين قيد التحقيق وهناك أيضا حالتان جديدتان في ويرانجونغ وتم إضافة أماكن عبر سيدني وبلو ماونتنز وإلى وارا إلى قائمة التحذير بعد زيادة الحالات المؤكدة وتتكون مجموعة كرايدون الجديدة من ثلاثة بالغين وثلاثة أطفال وكانت الحالات الست من نفس العائلة الممتدة وتم ربطها بشخص من الغرب الداخلي ثبتت إصابته ولدى المجموعة أيضا 34 جهة اتصال وثيقة من ثلاث أسر في سيدني وقامت الأسرة تجمعات قبل عيد الميلاد على مدى عدة أيام لذلك قامت السلطات بإجراء أكثر من 17 ألف اختبار في نيو ساوذ ويلز خلال 24 ساعة لدينا ثلاث حالات تحت التحقيق واحدة من تلك الحالات كانت مخالطة لشخص ممن كانوا في منطقة الشواطئ الشمالية والحالتين الأخرين كانت في وولنجونغ مخالطين لحالات تلك المنطقة وتم تقليص عدد أزوار المسموح لهم بدخول المنازل في سيدني للاحتفال بليلة رأس السنة من 10 إلى 5 كما تم تخفيض التجمعات الخارجية من 50 إلى 30 شخصا واجب التجديد مرة أخرى إن أقوى رسالة لكل شخص في أنحاء نيو ساوذ ويلز بغض النظر في أي مكان هو أن تحد من نشاطك وتحركاتك نحن نقدر أنه وقت من العام حيث يشعر الأشخاص بالحاجة بأن يكونوا برفقة الآخرين لكن نرجو أن تحدوا من ذلك نرجو أن تبقوا في منازلكم أو تتأكدوا أنكم في مكان آمن حدت سيدني أكبر مدن استراليا من الاحتفالات برأس السنة من خلال حظر التجمعات كبيرة العداد في الأماكن المفتوحة لمشاهدة عروض الألعاب النارية وحثت المواطنين على البقاء بالمنازل ومتابعة الحداث على شاشات التلفزيون ومشاهدين الكرام نشرتنا متوصلة نتابع فيها بعد أخبار الاقتصاد مجلس العموم البريطاني يدعم بأغلبية مساحقة الاتفاق التجاري لبراكزة والذي أبرمى مع الاتحاد الأوروبي لأسبوع الماضي تحاول الآن لزميل حسام الدين عاطف وقراءة الأهم وآخر أخبار المال والأعمال أخبار الاقتصاد بصحبتك حسام عليك أشكري كريمة شكرا جزيلا أهلا بكم مشاهدين الكرام إلى باقتنا الاقتصادية أهم ما فيها الهيئة القومية للبريد تقرر استمرار إعفاء أصحاب المعاشات من رسوم فتح الحسابات حتى الثلاثين من يونيو 2021 أهلا بكم جديد ترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماعا لمتابعة أعمال تطوير الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى وخلال الاجتماع كلف رئيس الوزراء بتوفير مبلغ 100 مليون جنيه لصالح وزارة الكهرباء لنقل المرافق التي تتعارض وسير تطوير الطريق الدائري بالإضافة لمبلغ 100 مليون أخرى لصالح وزارة الإسكان لنقل المرافق المتعلقة بها من شبكات الصرف ومياه الشرب كما كلف رئيس الوزراء بسرعة تحويل قيمة التعويضات للمحافظين من أجل صرفها لشاغل الوحدات التي تعترض مسار التطوير قررت الهيئة القومية للبريد استمرار إعفايا أصحاب المعاشات من رسوم فتح حساب المعاش حتى 30 يونيو 2021 وأوضحت الهيئة أن القرار يأتي في إطار دعم خطة الدولة نحو تطبيق الشمول المالي والتحول الرقمي وتماشيا مع تعليمات البنك المركزي المصري للبنوك بهدف التيسير على أصحاب المعاشات والتخفيف عنهم كما أشرت الهيئة إلى أن حساب المعاش المقدم لأصحاب المعاشات سيمكن من التعامل بسهولة مع جميع مكينة الصراف الألي والتسوق الإلكتروني بالإضافة إلى دفع الفواتير أكد وزير المالية محمد معيط أن المتحصلات الحكومية الإلكترونية قفزت من مليار إلى أربعة مليارات جنيه شهريا بعد ظهور فيروس كوفيد-19 خلال عام 2020 وشهدت نموا سنويا بنسبة 250% ما يعكس قوة أداء منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني كذلك خلال استعراض الوزير لتقرير حول أداء منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني خلال عام 2020 حيث وجه الوزير ببدل المزيد من الجهد لرفع كفاءة هذه المنظومة المتطورة ومواكبة الثورة التقنية والتكنولوجية في مجال المعاملات المالية العالمية أكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عمر طلعط إن قطاع الاتصالات استثمر 30 مليار جنيه خلال عام 2019 للنهوض بالبنية المعلوماتية الأمر الذي مكن القطاع من تجوز تداعيات كوفيد-19 وأكد الوزير خلال حضوره لتوقيع اتفاقيات تخصيص النطاقات الترددية الجديدة أن الأحمال على البنية المعلوماتية تضاعفت لتصل إلى 15 ساعة في اليوم لكن البنية المعلوماتية استطعت مجابهة هذا الحمل الزاعد أكدت وزيرة التجارة والصناعة نيفينجامي أنه تم خلال العام الحالي حل أزمة سداد المستحقات المتأخرة للمصدرين جذريا وخلال التقرير السنوي لحصاد وزارة التجارة والصناعة 2020 أشارت الوزيرة إلى أنه تم إنهاء ملف المتأخرات من خلال طرح العديد من المبادرات ليبلغ إجمالي المسندات التصديرية المنصرفة نحو الستة وسبعة من عشر مليار جنيه استفادت منه ألف وثمانمائة وثلاث وستين شركة على صعيد آخر أعلنت وزيرة التجارة والصناعة نيفينجامي أن إجمالية قيمة صادرات مصر للأسواق الخارجية خلال الأحد عشر شهرا الأولى من 2020 بلغ حوالي اثنين وعشرين مليارا وثمانمائة مليون دولار متوقعة أن تتخطى حاجز الخمسة وعشرين مليار دولار مع ختام 2020 وأشارت جامع إلى أن القطاعات التي حققت زيادة في صادراتها خلال الفترة من يناير وحتى نوفمبر من عام عشرين تضمنت قطاع مواد البناء والصناعات الطبية والصناعات الغذائية ولفتت الوزيرة إلى أن أكبر الأسواق المستقبلة للصادرات المصرية خلال هذه الفترة تضمن الإمارات السعودية وتركيا والولايات المتحدة الأمريكية انتعشت تعاملات البرصات المصرية لدى إغلاق تعاملات الأربعاء قبيل جلسة وحيدة عن نهاية عام 2020 وسط عمليات شراء استباقية في ظل توقعات بنشاط قوي للأسهم المصرية في العام الجديد وحقق رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقايدة بالبرصة ارتفعات قدرها 8.2 مليار جنيه مسجلا 6.54 مليارا بعد اهتدولة كلية بلغت بالملياري جنيه وارتفع المؤشر الرئيسي للبرصة EGX30 بنسبة 21.2 مئة في المئة وقفز مؤشر الرأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 بنسبة الـ 2.33 مئة في المئة ننتقل إلى لبنان حيث قال رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب إن لبنان يمكن استخدام ملياري دولار في احتياطيات متبقية للدعم لستة أشهر أخرى وكانت أسوأ أزمة اقتصادية في لبنان منذ الحرب الأهلية والتي عصفت بالبلاد بين عامي 75 و 90 قد أدت إلى انهيار العملة وارتفاع حاد للتضخم هذا ومع ترقع التضفقات الدولارية إلى لبنان يقوم البنك المركزي بالسحب من الاحتياطات الأجنبية لدعم ثلاث سلع رئيسية هي القمح الوقود والدواء فضلا عن بعض السلع الأساسية ومشاهدين الكرام بهذا الخبر انتعت اقتصادنا في هذه البانوراما دعونا ننتقل إلى الزميلة كريمة الحلفاء تفضلي كريمة تام على هذه المتابعة لأخبار الاقتصاد نستكمل مع حضراتكم أخبارنا السياسية حيث صوت مشارعون بريطانيون لصالح مشروع قانون خاص بتنفيذ الاتفاق التجاري بعد خروب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي البريكزيت والذي أبرم مع التكتل الأسبوع الماضي وصوت 521 عضوا في مجلس العموم لصالح التشريع بينما رفضه 73 عضوا هذا وقد أكد رئيس الوزراء البريطاني بارس جنسون أن بريطانيا ستكون جارة ودية وأفضل صديق وحليف للاتحاد الأوروبي جذلك بعد أن وقعت رئيسة المفاوضية الأوروبية أورسولا فوندر لاين ورئيس المجلس الأوروبي تشارل ميشيل لاتفاق والذي سيدخل حيث التنفيذ الخميس عند الساعة 11 ليلة بتوقيت جرانيتش أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية اليوم مقتل ما لا يقل عن عشر من عناصر طالبان في غارة جوية غربي البلاد فضلا عن إصابة ثلاثة أخرين بضواحي إقليم فراه ذلك في الغارة الجوية التي شنتها القوات الجوية الأفغانية قالت وزارة الدفاع الأفغانية أن القوات الجوية تستهدفت هذه العناصر أثناء تغطيتها لمهاجمة موقع وقوات الدفاع والأمن الأفغانية من جهة أخرى أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية تمكن قوات الأمن الأفغانية من اعتقال عشرة أشخاص بتهمة التعاون مع طالبان في إقليم باروان ومصادرتها عددا كبيرا من الأسلحة والذخائر خلال العملية الأمنية ضرب زلزلان جديدان كرواتيا وقد شعر بهما سكان بعض الولايات النمسوية وذلك في إطار سلسلة من الهزات الأرضية تضرب كرواتيا وتمتد تاثيرتها إلى النمسوية وقع الزلزلان الجديدان في المنطقة المحيطة بمدينتي سيساك وبيترينيا الصغيرتين بقوة 4.18 ريختر و4.6 درجة على مقياس ريختر وعلى بعد حوالي 45 كيلو مترا جنوب شرقي العاصمة زغرب كان زلزال اندلغت قوته 6.4 درجة قد ضرب أمس وسط بلدتي بيترينيا وسيساك وتسبب في مصرع سبعة أشخاص وإصابة 24 آخرين بانورا مانيل متواصلة مع حضراتكم نتابع فيها بعد أخبار رياضة المنظمة العالمية لخريجي الأزهر تعقد ورشة عمل حول دور الوسائل الإعلام للتصدي لدعايات التنظيمات الإرهابية من جديد نعود للزميل حسام الدين عاطف وهذه المرة في قراءة الأهم آخر شكرا لك حسان نستكمل مع حضراتكم أخبارنا ومشاهدين حيث عقدت المنظمة العالمية لخريجي الأزهر الشريف ورشة عمل حول دور وسائل الإعلام للتصدي لدعايات التنظيمات الإرهابية شارك في الورشة عدد من الطلاب الوافدين من أكثر من عشر جنسيات من أفريقيا وأسيا وعدد كبير من الأئمة والدعاية الليبيين وحاضر في الورشة عدد من المفكرين والكتاب وأساتذة جامعة الأزهر تحت عنوان دور وسائل الإعلام في التصدي لدعيات التنظيمات الإرهابية وبمشاركة 35 عماما ودعيا من ليبيا وعدد من الطلاب الوافدين من مختلف الجنسيات عقدت المنظمة العالمية لخريج الأزهر الشريف ورشة عمل للأئمة الليبيين بمقر مركز الشيخ زايد لتعليم اللغة العربية لغير النطقين بها بجامعة الأزهر تقدمنا مجموعة من كبار الأئمة في ليبيا للقاء مع بعض كبار الأساتذة في الجامعة وكبار الإعلاميين نظر لأن الأمر المنوط به الأزهر هو توضيح المفاهيم الصحيحة عن الإسلام نشر التسامح نشر قضية قبول للآخة خلال هذه الندوات أو الدورات نستفيد منها استفادة كبيرة جدا خصوصا لعادة تقوية العلاقات الليبيين المصرية ولكفية عادة الدور المحوري الذي تقوم به مصر على مدار العوام وعلى مدار القرونة السابقة نجد أن مصر دائما جانب إلى جانب عليبيا من أبان الاحتلال الإيطالي ناقشت الورشة توظيف التنظيمات الإرهابية لشبكات التواصل الاجتماعي في استقطاب الشباب وآليات التصدي لتلك المفاهيم والأفكار الهدامة المغلوطة الغرض من الدورة هو إعداد هؤلاء الدعاء ورجال الفكر الإسلامي لترسيخ وسطية الأزهر والقدرة على تفنيد الأفكار المتشددة المتطرفة ليمرسوا عملهم بعد ذلك حين عودتهم بتبدو قيمة هذا الجدل اليوم أو المنقشة اليوم حول هذا الموضوع كيف نقوم بتحجيم دور وتأثيرات مواقع التواصل الاجتماعي في نشر الفكر الإرهابي وفي تعظيم أفكارهم وفي تجنيد الأتباع وفي استقطاب التمويل وفي نقل التعليمات تأتي ورشة العمل في إطار العلاقات التاريخية بين مصر وليبيا وبمشاركة عدد من المفكرين والكتاب البارزين بمصر وعلماء جامعة الأزهر الشريف بهدف استقرار الأوطان والدول وبالفكر الوسطي المعتادل في الإسلام جاءت دورة الأئمة الليبيين لنشر الفكر الصحيح في الإسلام وضحض الأفكار المتطرفة التي تتسعى جامعات الإرهابية لنشرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي واستقطاب الشباب في تلك الدول من مركز الزايد بجامعة الأزهر عبد الحميد صقر النيل صنع مع حضراتكم شنال الكرام لختام هذه الساعة الإخبارية إليكم تذكير بأبرز عنوينها عشرة القتلى والجرحة جراء انفجارات في مطار عدن لدى وصول وبد الحكومة اليمنية ومصر تعرض عن إدانتها الشديدة للحادث الإرهابي الرئيس السيسي يواجه بتوفير الموارد المالية لتطوير جميع محطات المياه على مستوى محافظات الجمهورية وزارة الداخلية ترفع درجة الاستعداد لتأمين فعليات العام الميلادي الجديد المزيد دائما على موقعنا الإلكتروني نعالدت إيجي نشكر لكم المتابعة إلى اللقاء اشتركوا في القناة